اشتركوا في القناة 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 من جهة التقويم بجانبه من جهة التقويم وفي المقابل بنوصل مكثف المستمر مكثف ومستمر وطرف مفتاح الطرد على اساس انه احنا لما نوصل الجنبر الثاني بهذا الشكل يصير عندنا هنا التشغيل التشغيل واصل الو مكثف مستمر ومفتاح طرد زي ما اتوا شايفين وهذا مشترك الآن بيبقى عندنا التقويم بنوصله لحاله على مصمار لوحده بنوصل عليه المكثف المستمر ومكثف اللحظة طرف مكثف مستمر وطرف مكثف لحظة والآن بيظل عندنا طرف مفتاح الطارد بنوصل عليه طرف المكثف اللحظة بهذا الشكل طبعا هاي التوصيلة هيك بهذا الشكل تشغيل تقويم مقابله تشغيل وبجانب التقويم هون بهاي الجهة بجانبه بنحط التشغيل ومقابله مكثف مستمر مكثف دائم مع مفتاح الطارد على اساس انه هيك بيصير مشترك وهيك موصلنا المكثف المستمر الدائم مع مفتاح الطارد للتشغيل فإحنا لو جينا نقلبهم وحط إنه نحطهم بالعرض الآن بهذا الشكل لاحظوا الآن تغير معانا المشترك أصبح المشترك بالعرض التقويم اللي هون مع التشغيل اللي هون يعني بدلنا التشغيل كان في الأول واصل التقويم هاي الجهة مع هاي الجهة مع التشغيل اللي من هون الآن أصبح المشترك ما أخذ التشغيل اللي من الجهة الثانية إذن إحنا بدلنا التشغيل ثبتنا التقويم وبدلنا التشغيل وبنجيها من تحت هذا التشغيل ما أخذ الآن المكثف المستمر ومفتاح الطرد وهذا التقويم الثاني ما له دخل وواصل زي ما هو بظل ومفتاح الطرد الجهة الثانية وواصل زي ما هو لكن إحنا بس نوصل بالعرض بتغير معنا المشترك لما نوصل بالطول بتغير معنا المشترك وبهيك بنقدر نعكس اتجاه الدوران هاي هي إخواني الفكرة بسيطة وسهلة إن شاء الله لكن نفهم إحنا الترتيب إنه تشغيل خلوني بس أشيل هذولا عدلكم إياها على السريع على أساس تكون مفهومة أنا بحب أعيد الكلام على أساس إنه ينفهم أكثر ويكون الأمر سهل الترتيب كالتالي إحنا عنا أربع مسامير بنوصل تقويم وتشغيل مقابل بعض تقويم وتشغيل مقابل بعض ومن جهة التقويم بنوصل بجامبه التشغيل بنوصل بجامبه التشغيل على أساس إذا عكسنا الجامبر أفق شكل أفقي يصير عنا مشترك وإذا كان بالطول يصير عنا مشترك وفي الجهة المقابل للتشغيل بنوصل مفتاح الطرد ونوصل المكثف المستمر وطبعا هنا زي ما حكينا التقويم مع مكثف لحظي مكثف مستمر وطرف المفتاح الطرد الأخير بأخذ مكثف لحظي على هنا هذا الترتيب بيصير عنا إذا وصلنا بالطول بيصير هنا عنا مشترك وإذا وصلنا بالعرض بيصير عنا مشترك التقويم ثابت وإحنا غيرنا التشغيل فقط وهيك بيعكس اتجاه الدوران وباقي التوصيلة بتكون زي ما هي وهاي هي إن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومات إن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومات ويكون هذا الفيديو مفهوم وسهل معلش أنا بأعتذر أنه الفيديو طلع طويل شوي لكن وجب أني أشرح كل هذا الشيء ويكون الموضوع الشامل ومتكامل يا إخواني أنا لغاية الآن بيجيني تعليقات إنه الفيديو طويل فبعمل فيديوهات قصيرة بيجيني تعليقات عليها يا أخي الفيديو قصير إحنا ما لحقنا نفهم الشرح فأنا بصراحة احترت من الموضوع الآن اللي رح يصير أنا رح أشرح إن كان الشرح طويل يا أخي أنت لما بتحب الشرح الطويل لا تشاهد الفيديو أنت قبل ما تفتح الفيديو بيبين عندك كم الوقت إذا شفت الوقت طويل وما عجبك لا تدخل عليه ما في داعي للتعليقات السلبية إنه الفيديو مش طويل وهذا ما بيصير وكذا 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 يا أخي ما شو عجبك الفيديو لا تحذره بس شكل الأمر بسيط جدا اللي بده فيديو طويل بيحذره اللي بده فيديو قصير بيحذره يا أخوان الفيديو طويل بطلع غصبة عني مش أنا بمزاجي يعني الموضوع اللي بشرحه أنا بحتاج شرح بحتاج شرح ما بنفع أنا أشرح هذا الموضوع اللي شرحته بالكامل أشرحه بدقيقة أو دقيقتين ما بنفع أنا بكلم مبتدئين يعني اللي على أساس إنه عمره ما شاف مفتاح طرد يفهم شو هو مفتاح الطرد فما بقدر أنا أشرح له إياه في دقيقتين مش عارف يعني ما بقدر أنا أشرح له إياه في دقيقتين يعني ما رح يستوعب علي فهذا بيأخذ وقته عجبك الفيديو بالوقت الطويل شاهده ما عجبك لا تشاهده بس هاي هي الموضوع وأنا بعتذر أني بتكلم بهذا الكلام لكن أنا كثير كثير بيجيني تعليقات يعني بصراحة بلاشت أتضايق منها ومليت يعني من هذا الموضوع بصراحة فيديو طويل فيديو قصير فيديو طويل فيديو قصير أنا احترت مش عارف شو أعمل يعني بصراحة وإني أحاول أردت بفيديو سبع دقائق ست دقائق بالزبط ما بقدر الشرح بطلب مني مرات مرات أقل مرات أكثر ما بقدر يعني مش أنه أنا الموضوع أنا خمسين كلمة اعتبوا مع ورقة وبيدي ألقيهم إلقاء لما أكون بدي ألقي الموضوع إلقاء ماشي بحدد وقت أما الموضوع بيأخذ وقته بالشرح يعني أحيانا خلال الشرح بيطلع مع أي شغلات بكون أنا مش ناوي أشرحها فبشرحها هاي هي يا أخواني وإن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا إذا بوصيكم بوصي نفسي دايما صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته